بالهداوي بدنا نقلبها بسم الله يعان شوفوا شوفوا ما اللي لون روعة ولا احلى من هيك فطاير بس بينك والجبنة يعان شوفوا لي شوفوا كيف مستوية روعة شوفوا الجبنة ما شاء الله يعان شوفوا الجبنة شوفوا الله شوفوا الجبنة كيف عم تطلع منا شوفوا ما احليها شو صار بدا هيك معجنات بس شو بسبانغ يعاني محبين الفطاير بسبانغ والمعجنات السريعة الطيبة ما تراح كون اليوم عنا لح نعمل اليوم وصفة فطاير بسبانغ الخلطة لح تكون لبنانية والعجينة لح تكون سريعة ما بدا كتير الخمير وما بتدفرن ولا بالذات انما على المقلية يلا روح نعمل اليوم ويعقل العجينة متل ما انا العجينة سهل لح تكون لح ضيف هوني نسخب من المي الفاتر اوكا يعني دافئ ملعقتين طعام من زيت الزيتون ملعة تشاي من السكر ملعة تشاي خميرة جافة فورية محة كتر خميرة جافة فورية لانه عندي باكينج باودر واعتمادي على الباكينج باودر بهاي دي الوصفة نحركم مع بعض حركنا هالمكونات مع بعضها كوب وثلاثة رباع من طحين متعدد الاستعمالات ملعة تشاي من الملح ملعة تشاي من الباكينج باودر ملعقة ممتلئة باشر بخلطة مع بعض نرجع بعدان من عجينة فيكن تستعملوا العجينة اكيد نحط العجينة عالطاولة ومنعجنها العجينة صارت عندي جاهزة شوفوا محليها نرجع على الوعاء اللي كان فيه طحين بنرش شوي طحين بقلبه بنحط شوي طحين فوقها هايدي العجينة غطيناها بريحة عشرين دقيقة فقط ومنرجع بهيدا الوقت بنحضر حشوة اسبانغ لحشوة اسبانغ يا عزيزي عندي هون ضمت اسبانغ هيك صغيرة قطعتها ونضفتها وغسلتها بدي فرمة خشن وارجع اخلطها بشيل ضربة اسبانغ وفرمة خشن متل ما قلنا طبعا بشيلهم كلهم صفهم فوق بعض هيك وبفرموا اللي هايخلصوا عندي نحط اسبانغ غاد بقلبه غلق شونا نعمل عالطريقة اللي بنلين احنا بنعصورهم بالملح ما من الليون اوكي فهيك لح اعمل انا لح رش عليهم هايض الكمية من الملح وباشر بدعكن طبعا هاسبانغ عنده لح يدوب يعني لح يصغر بنشيل الماي بنرجع بننقع يعني بنعمل الخلطة شفتو كيف بلش يدوب عنده اسبانغ عالملح اوكيه طبعا هايض الماي في استعملها اعمل فيها عجين اعجن فيها يعني اعمل عجينة بمية اسبانغ استعمالها لاشية تانية استفيد منها لانه فيها فويد بعد معصرنا اسبانغات منحطن مضطرين نعصرن صراحة هلا ممكن حدا يقول انه الفويد فين اوكيه بس مضطرين نعصرن لانه اذا ما عصرناهن هايض الماي كلها بتروح بالعجين ما بيسوى هلا لا نعمل حشوة متل ما قلنا هاسبانغات معصورين بصلة كبيرة هي بتحب البصل يعني لازم يكون فيها بصل كمية مليحة سنوبر اللي عنده بضيف اللي ما عنده فيه ما يضيف سماء ملعقة كبيرة ونص تقريبا دبس رمان ملعقة ونص كبيرة او ملعقة واحدة بس حسب الرغبة طبعا السبانغات ملحين بس لانه نزل شوي الملح مع الماي اللي هارجع ضيف شوية ملح اكيد زيت الزيتون وشغلة مهمة فيها ادعمها ملعقتين ونص طعام زيت زيتون بيعطيها طعم كتير طيبة هلا اللي عنده في ناس عندها رمان بتحب تحط رمان فيها ما في مشكلة بس ما تكترو شوية رمان حب وهلا بدي اخلطها اوكي بوصفات تانية انا حطيت مع هيد الخلطة طماطم مفرومة فيكن بس انا لانه اليوم العجينة على المقلاية بدي عملها فما بدي كتير رطوبة بقلبها متل البناظورة مشان بدي العجينة يطلع استواءة شوي فيه ارشي من بره اوكي متل ما بتشوفوا عندي عجينة ليحتة عشرين دقيقة طبعا اذا الطقس بارد عندي يفضل اتركها تلاتين بس مش اكتر من هكي لانه لنا عجينة سريعة شوية اختمار والباكينج باودر اللي هيعمل شغله عشان هكي لنا سريعة هلا شوفوا محلها بدي اعملوا اول شي بس هيك بزبطها شوية بشكل دائري تقريبا اوكي نرجع شوية طحين من فوق من تحت اوكي لانه بدي اعملها واحدة كبيرة اوكي فيكن تقسموها لكذا قسم بس انا اليوم واحدة كبيرة بدي اعملها بدي اعملها بشكل مبروم شوفوا عندي هايدي هي ريئة شوية تكون ما خليها سميكة اوكي لانه بدي اعملها عالمقلاية مشان تستوي عندي شوفوا قد ما في رقيقة برقيقة بس مش عالاخر مشان كمان ما تنخزع هلا من بعد ما رقيقة لح ارجع رشلة سمسم من هايدي الميلي برقون عليها هيك اوكي خليوني يلتسخوا طبعا هايدي من برا هلا الحشوة بتكون من الميلي التاني لحشوفوا عندي كيف هايدي السمسم من ها الميلي هلأ انا هلأ بنحط عنصة الحشوة بهايدي الشكل ونخلي شوي الجوانب فاضي مشان نسكرها عبعدها بدي تسكر هلأ عبعدها هاي هلأ من فوق جبني اوكي طبعا انا عم بعملها هوني فطبعا سبانغ بالجبنة بس انه ما ضروري كتر كتير جبنة هلأ قدي بكفة هايدي عم استعمل جبنة موزرالا قبل ما سكرها خطوة منيحة كتير بمي بدهنة بالمي عالجوانب هاكي بطرح ما تركت الفراغ مشان تلزق عبعدها اوكي هايدي خطوة كتير منيحة بكل شي فيكن تعاملوها بتلزق تطلع منيحة هلأ بدنا نجل انطبقها عبعدها ولا اسهل من هاكي شفته ولا هلأ اسهل من هاكي والمي لح تساعدني هلأ صارت عندي جاهزة عملت لها شكل ما شفته عندي من هوني وعى المقلاية شوفوا عندي حطات كمية منيحة من الزيت نيجي هاكي يا رب يعني تقريبا ساعة عندي وهيدا الزيت لح يعطيه احمى شي من جوه اي من البره وهلأ قبل بنقلبها بدنا رجي عندي هنا بالزيت من هوني اوكي هلأ فيكن تعاملوها اصغر يعني حبات صغار انتو حسب رغبتكم بس بخفف ناري مشان شوي شوي تستوي ما بديها تحترق وما تستوي عرفت شو بتكن تسألو ولا يا شيف فيه حطها بالفرن فيكن تحطوها بالفرن بس ادهنوها الزيت وادهنو الصينية من تحت الزيت بس هيكي تطلع ما احمى شي اكتر هلأ فيكن انتو تحمروها شوي صغيرة من هوني وترجعوا تدخلوها على الفرن لتستوي على اخر بس اهم شي قصة المقلاية تحمروها مشان الشريطة تطلع غير مع الزيت غير ما انكن تحطوها بالفرن مباشرة هلأ قبل ما نقلب على الجهة التانية متل ما قلنا بنرجع بنضهن هايدي الميلي بالزات كمية حلوة مشان تلون تطلع عندي حلوة ومقاحمشة بالهداوة بدنا نقلبها بسم الله يعان شوفوا شوفوا ما اللا لون روعة يعان نقلبها ما شاء الله شوفوا ما احليها يا سلام شو ها التلوينة ولا اروع من هيك طبعا هيدا كله الجنب استوى ونشف بس ولكن ما بتقدر تطالو المقلاية لتحمرو ولا احلى من هيك فطاير بالسبانق والجبنة يعان هلأ بدنا نقصها شوفوا كيف مستوية مبينة مستوية تمام شوفولي شوفوا كيف مستوية روعة شوفوا الجبنة ما شاء الله يعان شوفوا الجبنة شوفوا الله شوفوا الجبنة كيف عم تطلع منا شوفوا ما احليها والله ريحتها روعة بسم الله ربعب شو بدي احكي شو هالعجينة الطيبة مستوية مية بالمية مع احمشة الزات من برا روعة والحشوة يا سلام على الحشوة طبعا اللبنانية بيعرفوا هيدا الحشوة اللي عم تابعنا من لبنان عملوها بها هيدا الطريقة بهايدا المقادير كتير كتير رائعة تابعونا واتنسوا الاشتراك هاي لشهر رمضان قصة وإلى اللقاء